دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة اليوم دولتك تطلب ثقة من 130 نائب الثقة رح تأخذها هذا معلوم ولكن من أخ اطلب الثقة عند الله فقط اليوم عندك وزير عدل وعندك وزير خارجي وعندك وزير داخلية لكن وكل آتين يوم القيامة فردا والله أن كل جائع في المملكة الأردنية هاشمية سيطالبك بحد والله كل مريض سيطالبك بحد والله لا تحسد على الموقف الذي أنت فيه يوم القيامة مش بكرة يمكن اليوم وسيد بن النبي قال لا يأتيني غدا أحدكم على ظهره بجمل له رغاء لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بشاة طيعة فإنه من يغلل يأتي بما غلّى يوم القيامة يأتي بما غلّى يوم القيامة بالقدر الذي نحتاج فيه إلى شوارع بنية تحتية نحن بحاجة إلى بناء الفكر لأنه اليوم موظف الدولة محبط لأنه موظف الدولة اليوم مش قنعان صارت اليوم إذا بيكتحرك هاي من هون لهون تدفع لها رشوة هذا يحتاج أن ندعم فطباء الجمعة شبعنا غنان ورقص وحبيتك يخرب بيتك؟ شبعنا منه؟ شبعنا منه؟ آل الأوان أن نخاطب فكر الناس وأن نصنع جيلا جديدا آل الأوان لكل اللي قاعدين أو الواحد أبدأ بنفسي وكلكم خير مني أن نتذكر طول الله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون آل الأوان أن نتذكر ومن يغلل يأتي بما غلّى يوم القيامة